تطلق على بركة الله لتعود الكرة نصروية من جديد عن طريقي صدام الورفلي الى علي السلامة هل ستكون مباراة هادئة ام ستكون من البدايات الضغط والكر والفر سيكون من جانب فريق النصر الذي يحاول بتأكيد ان يرضي جمهيره في مرحلة الاياب جمهيره تطمح للفوز وتطمح للانتصار وتطمح للعودة لسكة الانتصارات كذلك دارنس نشيد واشيد بالمدرب انيسة العساوي مجاسفة كبيرة وخطيرة ورومة ممكن وغول هذه لقطة تلعادة شوف الكرة من اصيل هذا مكان بصراحة الخطافي قاسي جدا يا عماد الدين يا رجب وغلطة الشاطر بلف وشوف الكنترول بالكتف وسالم رومة لا يعرف والشباك والعقاب قاسي بهدف اول لفريق النصر شوف الكورة وهنا اللعبة وهذه كورة سالم رومة لتعارق الشباك هدف اول نصراوي بالعلامة الكاملة تمنى عودة الحياة وعودة كرة القدم في ليبيا مثلما كانت وافضل عودتها بجمورها وبافضل صورة ممكنة لنكون منافسين لكورة خطيرة في المرمى خالد مجدي خالد مجدي إذن هدف ثاني شوف الكورة نانينو مع سالم رومة رومة يسجل رومة يهرب رومة يمرر وخالد مجدي في أقصى اليسار يا سلام يا سلام يا سلام وغول إذن القول الثاني لفريق النصر شوف الكورة من أول لمسة من أول لعبة خالد مجدي الكورة في أقصى اليسار وسالم رومة وسالم رومة رومة والثالث رومة والثالث رومة والثالث في المرمى عدت بسلام ولكن الثانية سالم رومة مايرحمش وشوف العرضية وهذه الكورة وعامر التورغي وفي القول والهدف الثالث يا عامر يا التورغي قول ثالث من سالم رومة هذه لقطة لعادة يا سلام عليك يا فريق النصر في هذه المباراة بصراحة النصر عادة فاحذروه أدنى إليكم من جديد مشاهدين متابعين في كل مكان شكرا طبعا للزميل هناك في قناة الوسط عبدو الحاج وهنا في قناة لبيريذية محمد ظافر شكرا لكم زملائي العودة إلى المباراة الرائعة والجميلة فريق النصر يواجه دارنس المتفوق طبعا فريق النصر بثلاثة أداف مقابل الشي في شوط المباراة الأول الشيخ يزد في سرعته يلعبها وسط الملعب من جانبي ديقة الكرة ننهي السلام عليك هنا عامر تورغي واحد مع واحد عامر يمر عامر خطيرة والعرضية وممكن رابع في المربع وغول خالد مجدي شوف الكرة والإعادة موه يمين موه يصار والعرضية بالمليمتر بالسانتيمتر وخالد مجدي بوم يسكنها الشباك لتعلن عن الرباعية وضربة قاسية لا وجود للتسلل شوف الكرة شوف اللابة الله على هكذا متعة اليوم بصراحة مهرجان تهديفي لفريق النصر مميز ورايع بالعلامة الكاملة هدف رايع وهدف مميز بأقدامي خالد مجدي هذا المدرب أنيسي العساوي واضحة تماما ومعبر الصورة حجم المعاناة التي يعاني هذا المدرب وهذا الفريق وهذه كرة من جنب زياد وعامر التورغي تورغي في المرمى هدف خامس والثنائية يسجل عامر التورغي كرة أو يسجل هدف الخامس شوف الكرة من جنب زياد العلواني التيكيتاكا وحدة واثنين وتسكن الشباك وبرافو يا عامر إذن هدف خامس شوف اللعبة وشوف الكرة هذه اللقطة لعادة عامر التورغي وعلى يسار حارس المرمى عماد الدين رجب خمسة صعبة جدا وفي هذه اللاواني نعم مشاهدين الأفاضل ينهي حكم المباراة السيد خليل سينان مجرية الشوطة الثانية والمباراة بتفوق نصراوي بالعالم الكامل ترجمة نانسي قنقر